في واحد بعتلي على الانستجرام اسم كارتون قال لي اسامة تفرج على هذا الكارتون وبس حكتب لي اسمه فانا التك يا اسامة روح دور عليه وتفرج عليه وحتى اني اوصل له اخذ بني وقت كتير لحتى وصلت لهذا الكارتون وبعدين تفرجت على اول حلقة ومن بدايته قلت احى الخلق اللي عم بيصير شو هذا القرف واحد من اسوأ الكارتونات اللي مرت بتاريخ البشرية كارتون سيء جدا ما فيو شي مفيد عبارة عن عنصرية بعنصرية اباحية شغلات وصخة يعني هيك جيب شو المجاري او المزبلة حط ايدك فيها هيك وطالع شغلات وصخة وحطه بهذا الكارتون ما فيو شي مفيد ابدا ما فيو شي هو عبارة عن يعني كارتون كوميدي طبعا اسامة اختصر علينا شو اسم هذا الكارتون اسم هذا الكارتون فيلما بس لو انت رجال تلاقيه لانك صعب جدا حتى انك توصله لاني حتى اللي اتفرج عليه ما بعرف كيف واصله لازم يكون باشتراك بامريك قصة قصة معقدة يعني ما رحكيكم كيف وصلت له مشان ما تروحوا تتفرجوا عليه لانه صراحة سيء وما بنصح اي واحد يروح يتفرج عليه لانه صراحة يعني ممل سخيف باشعر البدن كنت هيك انا هيك عم تفرج عليه ومتوتر من كتر القرف اللي عم بتفرج عليه يعني مو انه بس فيو شغلات وصخة ممل وزنخ والمزحات اللي فيو كتير ايك شغلات سيئة قصة هذا الكرتون بيتكلم عن فيلما واذا انت ما بتعرف مين هاي فيلما هاي واحدة من شخصيات سكوبي دو بتذكروا هذا سكوبي دو وعبارة عن كرتون فيو بنتين وولدين وكلب وبيدخلوا دائما بيالغازو بيحلوا الالغازو جريمة قتل كأنه كنا نوعا ما بيحلوا جريمة قتل بس بطريقة فكاهية واكتر شخصية كانت محبوبة اللي هي الكلب اللي موجود معاهم بسكوبي دو فيعني عبارة عن مثل حل الغازو جرائم قتل واحيانا فيه اشباح يعني كان كرتون جميل الاصلي الاصلي اللي كان يطلع زمان سكوبي دو راهيب جدا وبحبه انا ومن احلى الكرتين كنت اعشق انا وصغير يعني صراحة فكان فيه بنت معاهم اسمه فيلما بتلبس تنورة وشعرها اظن برتقالي وبتلبس نظارات شكلها مثل النيردز النيردز يعني هدولة اللي بس بيقعدوا بالبيت وبيدروز ويك والشطار كتير عرفتوا اسمهم بالانجليزي نيردز فشكلها هيك فهي البنت كان لها شعبية كتير والناس كتير كان يحبوها بالكرتون فبعدين هلأ بالسنين اللي اجت هاي بعد ما اطورنا لهم الكرتون كتير قديم عن حياة فيلما من منظوره الشخصي شو كانت تتمره والحياة يعني هيك صراحة شي تافه جدا بس بيتكلم عن حياته وهو اصلا عبارة عن كرتون كوميدي المفروض يكون كوميدي بس المزحات اللي موجودة فيه جدا سخيفة جدا تافهة وكمان عنصرية معظم المزحات اللي موجودة بتتكلم عن لون البشرة عن هذا من وين شغلات تافه جدا ويعني ما بتفيد ورح تعمل تفرقة بنفس الوقت ما بحرف كيف سمحوا لهيك كرتون صراحة ينعرض هذا الكرتون مفروض يعني يكبوه بالزبالة داركتي خلصوه يكبوه بالزبالة لانه كمان الكتابة فيه ضعيفة جدا تحس انه شات جي بي تي اللي هو ذكاء الاصطناعي هو اللي كاتب السيناريو تبع هذا الكرتون وعامل لنياه لما تسمع المزحات اللي موجودة فيه بيجي قش عريرة اقسم بالله من بداية الحلقة غريعكيكم شو شفت انا بأول حلقة لحتى اني ما كملتوا على فكرة شفت حلقتين وقلت لا لا يمكن والله ما اكمله بأول حلقة أول ما تبدأ رح تلاقي وحدة لابسة من شفه وبعدين رح يطلعوا صرصورين وبيكون هدول الصرصير عم بيعملوا بيت بيوت ف ما في شي بيضحك ولا في شي انه يعني مزحة بس هذا شيء يحق جنسي بشع مافروض تحطوه ابدا وبعدين رح تدخل بالمشهد هذا كله لسه بأول ثواني على فكرة تدخل بمشهد تحس حالك انك دخلت بموقع للبالغين موقع غلط يعني انا متأكد انه هذا اللي فتحته هو فيلما ولا ولا فتحت شي غلط ما بعرف بتشوف بنات عمرهم 15 سنة لانه لساتهم بالمدرسة وعم بيتحمموا ومبين كل شي ومغطين بطريقة هيك بسيطة جدا بس المؤخرة مبينة تماما والصدر مبين كل شي بس مغطين شي بسيط يعني استغفر الله ما بعرف كيف فيك ما بعرف بس يعني مو كمان انه بنات بالغين لا بنات لسه قاصرات وصغارهم طالعينهم بطريقة انه هيك شالحين تماما وعم بيتحمموا مع بعض والامور طيبة اح شو عم بصير بهالكارتون كيف سامحوا اللي ينهرض بهيك شي ما بعرف انا حتى تعبت اني احكي لكم منهم تعيس جدا وبعدين رح يدخل لعندن حرامي ويضربن ورح يصير يبين فيهن كتير شغلات سيئة بجسمن وبعدين رح يصير فيه اسئلة والاسئلة عنصرية انه انتي اسيوية وجمال ما بعرفك شي يتافع حتى انا صراحة ما فهمت انه شو عم بصير شو الكلامك بتحس انك ضايع وانت عم تتفرج على هذا الكارتون بس اللهم مستخدمين البنات يعني فيه بنات فيه الوان فيه مخدات فيه كل شي سيئ والله مستخدمين هاي الشغلات من شان انه بتثير الجدل شغلات انه كمان حطوه من اول حلقة انه حطولك بنات شالحات وحطولك شغلات جنسية كتير من شان يشدك من البداية ويخليك تتفرج عليه وتكمل فيه بس وتعيس من اتعسل تعساء على وجه التعيسين حتى تقييمه على الام دي بي وعلى الانترنت يمكن واحد تعيس جدا يا رجل كتير سيئ وبعدين الشخصية الاساسية اللي اسمها فيلما هي بالاصل يعني لو رجعنا للكارتون الاصل هي المفروض تكون بيضة من البشارتة بيضة يعني وشكلها ما بعرفك عادي يكون كيوت ولطيفة وامورها طيبة وبتحس اما خجولة واصلة كمان يعني من المانيا بس النسخة الجديدة مننا عملوها سمينة وبشعة واسلوبها كتير وسخة وكتير مستفز وبس بتحب تسب الناس تنتقد الناس تتكلم على لون البشرة بتتكلم عن انه هاي بشعة وهي حلوة هاي سمينة هاي قصيرة يعني كل شي سيء فيي ما بتحب حدا وبنفس الوقت عملوها هندية طيب وغيروا لون بشرته وخلوها سمره طيب ليه يعني انه ليه ما كملتوا بنفس القصة الاصلية ليه لعبتوا فيي هذا اللعب الشنيع الغبي البص اذا فيه شي غلط وبتحاول انك تصلحه وهو بالاصل عادي رح يبين غلط ما عايزة فهمته علي كيف يعني خلص ما في عنصرية بالموضوع خلص يعني لو رجعنا للكرتون الاصلي ما كان فيه ولا واحد فيه من البشرة السمراء فبالكرتون الجديد عملو شاقي لون بشرته سمراء وعملو كمان فيلما لون بشرته سمراء وهندية فيعني اوكي حلو انكم بدكم تجمعوا كل البلدان مع بعض وما تعملوا تفرقة بين البيض والسود والبلاد يعني بس لما تعمل هالشي عن قصد وهيك تبينه يكتير تركز عليه رح يبين فيه شي غلط فهمته علي كيف ولا لا بكرتون سكوبيدول قديم وهذا اللي موجود حاليا كمان رح يكون فيه شخصية هي هيك شقرة وكانت تلبس لون بنفس جي دائما دفن والله ما بتذكر شو كان اسمه بس هاي الشخصية بكرتون فيلما اللي هو سكوبيدول المتطور السيء بالبداية فيلما اللي هي شخصية فيلما بتكون كتير بتكرها لدفن نسميه دفن نسميه البنفسجية فيلما والبنفسجية كانوا يكرهوا بعض كتير بالبداية ودائما ينتقضوا بعض فجأة بحلقة هيك من الحلقات بدون سابق انذار وباب بيوقفوا قدام بعض وبصيروا يتباوسوا فتطلع فيلما الوان بتحب البنات ليش ليه خربتوا خربتوا هيك طفولتنا كلنا يعني احنا متعودين على سكوبيدول لطيفين خفيفين امور طيبة صراحة انا بحسد الكلب اللي كان موجود بالنسخة القديمة لانه موجود بالنسخة الجديدة يعني الحمد لله انه ما كان موجود ما شاف هذا القرف اللي عم بيصير بكرتون فيلما كيف حرفوا القروب تبعه وكيف المجموعة اصدقائه كيف تحرفوا واحد صار تبع مخدات ووحدة تانية بتحب وحدة وموضوع مضروب وعنصرية ودنيا كله خربت فالحمد لله انه الكلب ما جابوه على الكرتون هذا يعني انقذوه صراحة من القرف اللي حيصير والبشاعة فاللي بعتلي هذا الكرتون عن انستجرام بحب احكي لك شغلة وحدة انه الله يسامحك على القرف اللي خليتني اتفرج عليه صراحة من اسوأ الشغلات اللي شفتها من اسوأ الكرتونات اللي مرت علي من اول حلقة في شي سيء كان فيه وبس والله عند هون نحن بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو ونهاية هذا الكرتون الزبال التعييز جدا فاذا عندك اي مقترحات حابب تشاركني باي شيء كتب ليها تحت بالكومنت او تالا عندي عن انستجرام وكتب لي كلمة سحرية وساما انا اجيتك من اليوتيوب وان شاء الله رح ارد عليك واذا بدك تدعمني لايك وسبسكرايب على هذا الفيديو واذا بدك تدعمني بطريقة اكبر بكتير فيك انك تشترك بالقناة من خلال الكمبيوتر مو من خلال التليفون رح يكون فيه اشتراكات شهرية ورح يعطيك كل اشتراك ميزة خاصة فيك مثل انه بارد عليك اول واحد من اللي حيعلقه ورح يصدني اشعار انك انت كتبت لي شي فاشوف اللي بدك ياو واشترك باللي بدك ياو بهالطريقة رح تكون بتدعمني وانا رح ادعمك بالفيديوهات يوميا فكنا مدعومين اشوفكم بالفيديو القادم الى اللقاء اشتركوا في القناة